مرحبا أصدقاء أيضا من فقر التعليق على تعليق قرأت تعليق من الصديق سمير الفرابي حبيت أشارككم فكرة التعليق وأيضا أشارككم جوابي على هذا التعليق وتصوري لموضوعة الإله والفرق بين أنواع الآلهة يقول الصديق سمير الفرابي لا بأس أن نقبل مبدأ الإيمان بخالق بشرط أن نميز أن هكذا خالق هو ليس إله الإسلام الذي اسمه الله الخالق لا يمكن أن يساوي الله فالفكرة ما التي واضحة أنه يقول هناك خالق للكون بمعنى المعاني وهناك إله فهذا الإله هو إله الدين الذي اسمه الإسلام فمعنى إحنا نؤمن يقول نؤمن بإله الكون أو الخالق لكن الإله الذي يسمى إله الله وهو إله الإسلام فهذا موضوع مختلف بالطبع هو إله الدين لا يمكن أن يكون إلها للفلاسفة لكن بالحقيقة لا يوجد إله للفلاسفة هذه التسمية عامة تقال لا وجود الإله فلاسفة يقول لك إله سبينوزا مثلا إله من هذا النوع هو غير موجود إنما يقال تعبير صلاحي لكن لا وجود لهذا الإله بدليل أنه لا وجود للفلاسفة يتعبد بهذا الإله هي فكرة وجود إله غير موجودة أصلاً عند الفلاسفة لأنه ليس موضوع الإله هو ربما يقول لك هناك مبدأ كوني هناك وحدة وجود ما إلى ذلك لكن هذا كلام عام ولا يمكن أن يكون جزء من الفلسفة فكرة وجود إله هي فكرة دينية صرف لا يمكن أن تدخل في مجال آخر غير مجال الدين هذا الصراع بين إله الدين وإله الفلسفة أو ما يسمى إله الفلسفة وهناك محاولات للدمج بين الاثنين هذه المحاولات دائماً يكون المبادرين بها وما أناس يحاولون أن يتخلصون من ضغط الواقع الديني الذين يعيشون فيه ويحاولون أن يجدوا لهم متنفساً بالخروج على القطيع الديني الدين هو القطيع كما أقول دائماً وهذا القطيع دائماً بحاجة إلى إله لأنه الإله ليس شيئاً مجرداً كما يزعم الكثيرون وبعض ينزهونه وهناك قضايا بالعقائة بالعقيدة الإسلامية قضايا معقدة جداً وهي ليست معقدة بالحقيقة لكنهم معقدوها حتى يصورون للناس بأنه لديهم شيء له قيمة لكن هي بالحقيقة تعقيدات والعرش وتحت العرش والحد والحيز وما إلى ذلك هاي الأمور كلها كلام يعني وجد البصفصطاء لا ينتهي تقوم خلف مصالح كثيرة لرجال الدين لأنه أنت رجل الدين هو يسيطر على مجتمع على جماعة يسيطر على ألف شخص أو يسيطر على مدينة كاملة بالتالي أنت تحكمت بمواردهم تحكمت بكل شيء في حياتهم فبالتالي ستكون لك الحظوة وستعيش أنت وعائلتك وسلالتك في حالة نعيم مطلقة فبالتالي هذه المصالح لا بد أن يكون هذا الرجل الدين متميز ولا بد أن يستجيب مع الجمهور الذي يمثله والجمهور أيضاً مستفيد من هذا الرمز الموجود الذي هم بحاجة إلى وجود ما أسميه ثابت يلتفون حولهم دائماً اللاحظ أن الناس لا يعبدون إله غير موجود هذه كذبة إله المتعالي الذي هو في السماء أو تحت العرش أو إله المسيحي دائماً إله هو موجود على الأرض الموجود هو الرمز مالتا الرجل الدين وهو الرمز وهو الإله نفسه بالحقيقة ونوعاً ما أهياناً الحاكم يمثل هذا يجسد الإله فبالحقيقة لا يوجد حتى إله الإسلام الآله الحقيقين هم الرجال الدين لا موت يعني وإلا أين الإله لا وبجد إله هو رجل الدين هو نفسه الإله الموجود بدليل أنه لا تجد أحد يستطيع أو يتجرع أن يمثل رجل الدين بكلمة يعني رجل الدين ليس المنافس يعني رجل الدين الذي أنت تؤمن به أو الذي تعتبر نفسك من أتبائه أو من عبدته بالحقيقة الناس تعبد رجل الدين لكن رجل الدين من الذكاء بحيث لا يقول لك أنا أنا الذي أنا الإله لكن يقول لك أنا أمثل الله أنا الذي أفهم ما أي حاجات الله أستطيع أن أعرف ما هو صح ما هو خطأ صدعا أحدد لك المعايير وما هو الخير ما هو الشار وهكذا وعليه فأن محاولة المهادنة بين إلهين أو خلق إله آخر أو تصور وجود إلى آخر هو مسألة غير مقبولة أو غير مقبولة من قبل رجل الدين لكن من قبل الإنسان المثقف الواعي الذي يتشكك والذي يشعر بأن هذا الإله الديني هو إله عنيف متطلب وفيه جانب كبير من الشر ولا يفكر مصالح إلا مصالح خاصة ودائما هناك سلوكيات تلصق بهذا الإله تصرفات وحشية عقوبات لا نهائية لا تتضح أن هناك شخصية أو تكوين إلهي حقيقي متكامل ومطلق التكامل والإطلاق هذا هي تمت إشعة الموضوع بين الجماهير وبين العابدين لتفخيم الإسم الإله يعني في رتبة عالية وضعه بمرتبة جليلة وهذه مسألة طبيعية أنت عندما تعتز بشيء فبالتأكيد أنت تتملق له وتتجم وتصفه بأفضل الصفات لا يؤقل أنه أنت تعبد إله أو تعشق أمرأة وتحبها يعني مؤجب بماملاكك الخاصة أدك أبنائك فأنت هؤلاء بالنسبة لك الكون بأكمله هم المطلق الكامل فبالتالي مواصفات الإله الكامل والمطلق هي مواصفات تبجيلية يعني وبيها نوع من التملق وبيها نوع من التفاخر فبالتالي أنت الإله الذي تعبده وبالتالي هو يمثلك الإله دائما يكون أقرب إلى طبيعة الإنسان يعني بشكل ما يقبل الجدل فهو القسوة التي يعبر عنها الإله هي قريبة من القسوة التي نفذها الإنسان العادي فيه جانب الإنسان العادي فيه جانب خير فيه جانب شرير فيه جانب متطلب فيه جانب عاطفي فيه جانب منفعل كل المواصفات موجودة بالإله لكن بها مواصفات مواصفات مطلقة بالطبع لأنه مخيلة فعندما تتخيل شيء لابد أن تتخيلها بأفضل صورة وهنا المشكلة ما هي الأفضل الصورة بالنسبة لك فعندما تأتي إلى الله اليهود القديم تجد أن هذا الإله يعني يعشق يعني يشم رائحة الشواء ويغار من الآله الآخرين ويعني هيها الشخصية اليهودي القديم يعني بالقرن العاشر قبل الميلاد أو التاسع قبل الميلاد لكن بعد ذلك اتطورت صورة يهوى واصبح من إلها وحيدا أوحدا وأما الآخرين فهم ليسوا بآله إنما هو علاء منهم بعد ذلك اتطورت الأمور الجواب على الموضوع أن التفريق بين وجود إله الفلاسفة وإله الدين بالحقيقة لا وجود لهذا الشيء كما قلت لسبب بسيط أنه وهم لأن هذا إله يعني وبالنها هناك إله وهي إله كلمة دينية ما تقبل غلط يعني لا وجود لإله أدل الفلاسفة والمفكرين والعلماء وعليه فأن التفريق بين إله الدين وإله الكون مثلا والخالق الأعظم هي كلمة خالق كلمة دينية فلا يستخدمها من مفكر ولا يستخدمها العالم ولا يستخدمها إلا رجل الدين والمؤمن التابع له التابع لرجل الدين والذي لا يعرف ما هي حقيقة الأمور ويستخدم الكلمات وأعتبرها الكلمات هي حقائق كلية هي الشكل خريطة ذهنية وشكل الإطار الذي يرى به العالم بالتالي التفريق من قبل من يعني يحاول أن يخرج من هذا الطوق الديني الذي يحاصر الجميع هو التفريق يعني يعني محاولة لمجرد قل ما تنجح لكن يبقى الإله هو إله يعني تبقى مسألة دينية أما فكرة الإله هي بحد ذاتها عندما لجي ناقشها فهي فكرة طفولية بصراحة يعني يعني دائما أدنى هذا يعني عندنا توقع بأن هناك من يعرف كل شيء هي فكرة الأب يعني نفسها تقريبا فهذه الفكرة أنه تعتقد بأنه هذا كل شيء يعرف فهي بالحقيقة ليس شرطا أن يعرف كل شيء يعني لماذا يكون الإله عليها أن يعرف كل شيء ربما لا حاجة لأن يعرف أي شيء مثل إله أرسطو أو المحرك الذي لا يتعركه ولا يعرف أي شيء هي الأشياء تعمل تفعل فعلها من خلاله أو عن طريقة لكنه بدون أن يعرف عنها أي شيء فمن الممكن أن يكون هذا الإله لكن هذا يأشر حقيقة الإله الذي يؤمن به الناس ولا عن المسلمين يعني جميع يعني جميع الشعوب التي تؤمن بالآلهة فهما يتصورون دائما الإله بصورة الأب أو الجماعة فهو يتخيل الصورة الجماعة ويعتقد أن هذا الأب أو هو الوصي عليه جميعا بالتالي هو يعرف كل شيء هنا القضية يعني وحتى تطلع عنده فكرة دائما أن هذا إله أو الأب هو أب واحد لا يمكن أن يكون أبين ممكن أن تكون هناك أب وأم فهي دائما للأم الإلهة هي التي يعبدها الطفل الكبير يعني الرجل الناضج جسدا والطفل روحا وعقلا فبالتالي تصور الإله هو تصور الأب وتصور الأب إلى علاقة بالثابت كما يقول أنا دائما أني نظرية أقول بأنه الإنسكان الحياة والإنسان دائما يحتاج ثابت ينطلق من عنده بالتفكير يعني أنت عندما تفكر بالشيء لابد أن تثبت شيء أو حقيقة ما واقع ما حتى لو أفسراضا حتى تنطلق من خلالها مثلا أنا يجي أروح للسوق فلابد مثلا أنه لحظة أقرر بها لابد أن أحدد مكاني أو أحدد فكرة ما في ذهني إنما أتحرك من هذا المكان وأذهب كيف أذهب لا أستطيع الذهاب إلى أي مكان إذا ما أحدد مكاني بالبداية وأحدد مرجعيتي وهكذا حتى الأفكار عندما أفكر لابد أن أبدأ بفكرة لابد أن أدخل ضمن نسق أو مجال أو مكان يحضر حتى أستطيع من خلاله أن أتحرك فالفكرة ثابت هي أصلا هي التي ولدت لدينا فكرة الأب ومفهوم الأب ومفهوم الأب ولد لدينا مفهوم الإله وهذه المرجعية لهذا الإله تأكد حقيقة دائما أنه لا تجد شخص يعبد إلهين مثلا معظم الشعوب تؤمن بإله واحد وإذا آمنت بآله آخرين فهم آله صغار ليسوا بهمية الإله الأكبر أو الإله الأساسي دائما هذا الإله هو أعلى من الجميع هذا يأكد أنه فكرة عبادة الإله هي فكرة عبادة الأب وأنها ليست فكرة كونية إنما هو فكرة لها علاقة بالإنسان لها علاقة بالثابت الذي أنت تبتكره كإنسان ولا علاقة لها بالكون أي أن مسألة وجود إله لا علاقة لها بالكون على الإطلاق لها علاقة بالإنسان وحاجة الإنسان إلى وجود ثابت أو مرجعية معينة يلجأ إليها ويعتبرها هي مرجعة الأساس فإله الكون شيء مختلف تماماً ولا يصح أن يتحدث عن الكون بصفته إله وأيضاً هيوم أيضاً عندما يتحدث عن موضوع أنه هناك ما يفترض وجود خالق الكون يقول لا وجود لهذا الكلام ولو وجدش إله مثلاً أو ما يسمى إله أو ألة كونية ثابتة ثابتة فليس بالضرورة أن يكون إلها واحد لو قدمت عندي سلسلة سلسلة اسمها الله بعيون الفلاسفة قدمت دليل قدم يعني عرضه ديفيد هيوم وقال بأنه إنه إذا افترضنا نحن موجودين في هذا الكون وافترضنا الكون هو كتلة واحدة فرضاً وأنه نالك من خلقه فبالضرورة يعني من قال أنه الذي خلقه هو واحد ربما عشر يعني عندما نشوف الطيارة الطيارة اخترقوها بمئات وآلاف والسيارة وأي شيء إحنا الآن في حياتنا يشتركوا بعدد كبير من الناس والشركات والجهات فليس بالضرورة يكون هناك إذا كانت هناك ألة كونية فليس بالضرورة أن تكون ألة واحدة إحنا فقط متمسكين بفكرة الواحدية لأننا نريد أن نتبع خط واحد ليس فيه آراء متصارعة وبالتالي لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة فهي فكرة إنسانية وحتى فكرة وجود إله متصارع وهي فكرة القرآن القرآن أيضا يقول لو كان أكثر من إله فلتصارعا لا يمكن أن يكون نالك أكثر من إلهين للكون أو خالقا للكون وهي فكرة موجودة كانت ومطروحة لكنها فكرة ليست بمستوى فلسفي وعقلي رصين أو موقز رصين ممكن اندفاع عنها لا يمكن اندفاع عنها بطريقة فلسفية على الإطلاق مهم أختم أختم وقول بأن فكرة وجود إله هي فكرة دينية ولا علاقة لها بالفلاسفة على الإطلاق وأيضا أن هذا الإله هو مصدر الإنسان وحاجات الإنسان وليس الكون وبدليل أن الناس تعبد رجال الدين أو تبجلهم أو تحترمهم وكلمة الاحترام هي أيضا من الحرام وعندما واحد يقول لك أنا لا أعبد رجال الدين ولا أنتقده لكنني أحترمه فالاحترام هو تقديس والتقديس يعني إله خلاص يعني ما يهتاج بعد ما يرادلها فرلك لكنهم يعني يتحججون بهذه القضية فشكرا جزيلا ومع السلام